صباح الخير اشرف دايما بيقول حقودها منه النهاردة مشرفة بالبهجة والتفاؤل وزملائي انا بقلي معكم كم يوم على الهوى هم بقى يستغموا الحديث شواء اشكرك لنا شكرك صباح الخير دينا صباح الخير فادي صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل اخيرا ان شاء الله قريبا هيبقى عندنا رئيس جمهورية ايها الشعوب العربية ايها العالم كله ان شاء الله قريبا هيبقى عندنا رئيس جمهورية رئيس توافقي بعد اذنك اه توافقي اه دا اللي تقال توافقي ان فيه اراء كثيرة بتقول مش عجبها موضوع التوافقي وفيه اراء كثيرة برضو بتقول ان التوافقي شغال طبعا احنا محتاجين نفهم اه او الشعب المصري يفهم يعني ايه توافقي ومش معنى وفي نفس اللي موقت هل ده معنى ان مش صندوق الانتخابات هو الفايصل اه هو ده السؤال بقى ان مش صندوق الانتخابات هو الفايصل ولا توافقي دي يعني تعبيدات اي اصلاح توافقي دي ممكن يبقى متفقين مع بعض وممكن يبقى متفقين مع بعض في اطار مصالح طب الايام اللي جاية اكيد هنتكلم في نهورك سعيد عن هذا الموضوع بس انا متفقلة بحاجة كمان يا اشرف بعد اذنكو ان فكرة ان سباق الرئاسة ابتدى من دلوقتي ففكر احنا عمرنا ما كنا عصرنا حاجة زي كده ان احنا ما عندنا كزا رئيس ونشوف مين الرئيس اللي هاي اصلاح ابتدى من البدري على فكرة يعني ما هو ابتدى بس الفكرة نفسها احنا كنا كل الانتخابات بتاعت كل اربع سنين ما كانش بقى فيه رئيس جديد فدلوقتي هيبقى عندنا رئيس جديد وفيه كزا واحد وحبقى فيه منافسة والناس هو جديد ان احنا الاول مرة في تاريخ مصر هنتخب رئيسنا هي جديدة فعلا زي ما انا قلت الايام اللي جاية ان شاء الله اكيد في نهارك سعيد هنتناول هذا الموضوع مش احنا بس كل الاعلام هيتناول هذا الموضوع وخصوصا ان احنا اعتقد المهم قوي ان احنا دخلنا انتخابات مجلس الشعب من غير ما نعرف الاحزاب بتقول ايه ودخلنا مجلس الشورى من غير ما نعرف الشورى اللي داخلين دول بيقولوا ايه او برناجمجهم ايه يا رب ما نخشش بقى انتخابات رئيس الجمهورية من غير برضو ما نعرف هو هيعمل ايه لمصر عندنا فقرات كتيرة النهاردة جميلة طبعا بنتكلم عن المشاكل الخاصة بحبيبتنا كلنا سينة مع الاستاذ الدكتور سليمان صالح عضو مجلس الشعب ورئيس قسم الصحاف بقلية الاعلام جامعة القاهرة هنتكلم بالتفصيل عن سينة وخصوصا ان فيه النهاردة خبر في جريت الاهرام بيقول ان فيه مية وتمانية مليون جنيه رايحين دعم لمشاريع في سينة خلينا نتكلم كمان ان في الفترة الاخرية ممكن اسبوع او اسبوعين كان فيه اشاعات عن وجود تطعيمات دارة بالاطفال في بعض المحافظات وان التطعيمات دي تم اعطاقها للاطفال من قبل مجهولين طبعا موضوع خطر جدا جدا وخلينا هيكون معانا في الفقرة مساعد وزير الساحة لشؤون الطب الوقائية انا عايز كمان اضيف على كلام اشرف ان احنا بس حتة ان احنا نعرف هم هعملوا ايه ما بننخدعش بقى زي الاول بالعناوين الرنانة احنا هنعمل لمصر كزا الكلام الكبير الواسع اللي هو ايه ما يوصلناش لحاجة لا احنا عايزين نعرف بجد كل واحد بدقة هيعمل ايه والنقاط ايه لكن احنا كمان نفسنا في مشروع قومي طبعا ده ده دي حاجة مهمة جدا على فكرة دينا انه زمان ايام الزعيم الراحة الجماعة عبدالناصر كان في مشروع قومي للبلد فبصف النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع الراحة الجماعة عبدالناصر لكن كان في مشروع بيجمع كل المصريين ده صحيح وده مهم جدا دينا ومناسبة الاقتصاد والمشاريع هيكون معنا فكرة عن البورصة هيكون معنا استاذ معتصم الشاهدي نائب رئيس مجلس هورازيوم للاوراق المالية هنتكلم معي عن وضع البورصة في اطار تطور الاحداث الحالي لكن خلونا نمتدي فخراتنا بالصحافة بعد الفاصل مع استاذ عمال عويضة الكاتبة الصحافية تابعونا تابعونا